الميركس دور قرب والأنظار كلها رح بتكون ليلة الأحد 17 أيلول على المكرمين بس كلنا بنعرف أنه في جنود مجهولين وراء هالحدث الذهباء وأسماء كبيرة كانت ضمن اللي جاين اجتمعت صوتيت شارعت وبالأخير الأحد رح توقف وتسلم جواز ومنهم بيناتهم الإعلامية هالا المر يلي رح نحكي مع تفاصيل أكتر ضمن فقرة أور جاست ستها أهلا وسهلا فيك بمورنيك توك مرحبا إليو ورجع الميركس على الأل بي سي يعني رجعته على بيته مثل ما منقول رجعته على بيته وغايت تتمطلت علينا كتير يعني من شي شهرين تقريبا كنت ضيفتنا محبكم بتحبوني مناخد أبون ماء خلاص أكيد من القلب ومنعرف لأنه السبب هو وجود كتير من المهرجانات وحتى الحفلات إذا بدك تحكي عنه كلهم هلأ إذا لحقنا تباعا صحيح اليوم الفرق عن الحوار اللي حكينا عنه قبل هو كونك أحد أعضاء لجنة تحكيم الميركس دور بالدراما وكمان اللجنة الإعلامية خبرينها هالفترة اللي رح تسبق حفل ليل 17 كيف كانت التحضيرات فيها ولا أول شي أجيدهم ألسي بدور ومايا والأخوين تحلوا دكتور زي ودكتور فادي لأنه كتير عم بشتغلوا بتعرف للتحضيرات وأنتو كمان بالل بي سي ورالف معتوق وأفكاره المزهلة يعني فيه كل سنة فيه نكهة خاصة أحلى من سنة بالميركس وهني مختارين عنوان ستينج ألايف أنا بحس أنه كأنه هالعنوان للبنان طي يسيبر بالحياة لبنان وطي يقوم من بين الأموات وتكل هاودي يعني بحسوا للبنان هلأ أنا كمان بحب الميركس لأنه بيعطي صورة الوجه الحضاري للبنان أنه نحنا بعدنا نحتفل فنيا وأدبيا وثقفيا منحرك الاقتصاد يعني وقت بيجوا ناس من برعا بيستغفون ومنشغل كتير ناس يعني بحسوا أنه هيدا المهرجين كأنه دايما عم يثبت كل سنة عن سنة أنه هيدا لبنان الحلو يعقس الجمال والخير وكل شي حيش بقى يقولوا عنا إرهبية وزبالة ومدري شو هاو مش نحنا الإرهبية هاو حكامنا غيرون حكامنا حكامنا بمية بالمية لأنه ذكرت عنصر من عناصر استمارية هالحدث يلي هو قداش عم بيفرج صورة حلوة للبنان شو فينا نحكي عن عناصر أخرى هلا أنا مينعيني أكشوف أسامي بس اللي بدأي لك هي أنه كتير صعب الاختيار بالمراكس يعني بيجبوا لك 500 اسم مثلا دور موسين بدك تختار واحد نعم يعني قويت بيكون في 4-5 مناح بس لما بيربح السنة بيربح سنت الجي غير هيك فيه كمان نسبة 40% بفتكر للجمهور 30 للجمهور و70 لقلنا لجانة تحكيم وعم بيكونوا يعني إذا ما في شي كامل قدر المستطاع إذا بدك تقول 90% فار يعني واضحين ويلي عم ياخدوا جوائز بيستاهلوا وكل شي عم بيكون حلو ومرتب يعني فينا نقول أنك راضيك أنا اي راضي مش راضي على الفيلم اللي راح يطلع على السنة بس ماشي الحال مش دايما كل شي نحن نطلب ورح نرضى عليه لأنه فيه أراء مختلفة ومتضاربة صحيح والأزواق بتختلف اي ومع أنه أنا بلقيه أنه كتير نهضت السينما اللبنانية السنة بس كل باقي الجوائز أكيد محكمين 100% وفيه شطارة يعني أنا اللي بيستغربوا أنه دكتور زاهي ودكتور فادي بل ما يظلوا من الهيوم الطب بيحبوا الفن وقت واحد بيحب الفن بيطلع معه عمل حلو وقت واحد ما بيحب الفن لا فيه يعمل عمل حلو لا فيه حكي منيح ولا شي وهني بيحبوا بيقدروا الناس يعني مثل اللي يسترح بنا أكيد كلهم محافظوا للقاب رح نحكيهم زكي نصيف هالعمالقة الصبوحة كلها هني بيقدروا حافظينهم أغنيهم بكفي أنه هالشابين كتير مسقفين ولاد عائلة بلا صغرة بحضرتها ومتل ما قالنا عم بيشتغلوا شي في حامل كتير من الجمال للبنان هيدا اللي عم نحكي عنه أنه فيه أمور بتخلي هيك نوع حدث يستمر وكل سنة بنجاح معقول التجدد هو سبب لأستمرارية هيدا الحدث ولا فيه عناصر أخرى كمان بتساعد ليك هني كل الناس تكره المنافسة بس أنا بقول إذا فيه منافسة شريفة شريفة مصرعة شريفة هالشي بيضل يخلي الإنسان يتقدم هلأ هي هالمسابرة اللي عندهم هو هالأشن لشغلهم يعني وقت واحد ما يزهق من شغله يضل عنده شغف ويضل حابب أنه يعمل هالإفنت وهي بيضل فيه تجدد نعم والحلو أنه نحن وياهم كاليجين تحكيم وكهنة منحس بيجاوا عائلة ومنحس أهم شيء أنه هن كتير بيحبوا وطنهم لبنان فأكيد دايما فيه إنصاف للبنانية ولكل الأكيد الأعضاء العرب الفنانين يلي رح يربحوا والأجانب والأتراك وهلو مجرى ولكن وقت هني بدهم نكرموا حدا أجنبي بدهم يعطوا كمان صورة حلوة عن لبنان لأنه مش هني بس الميوريكس اللي عم بيكرموا وهي دا اللبنان اللي عم بيكرم كمان يعني بفتكر مسئولية كبيرة أنا وقتقول هيك بس إني الأخوان حلو وكل الأعضاء الفرقة أدها المسئولية وبنعرف قديش حضرتك أدها المسئولية وإلا ما بتكون عضو ضمن نهاي اللجنة إلى جانب ذلك كمان حضرتك ناقضة فنية يعني يعني نحكي مش بس ميوريكس شو بيفرق إنه عم نكتب مقال اللي علاقة بمهرجان فني وتغطية حدث ضخم مثل الميوريكس أكيد التغطية بدأت تكون موضوعية يعني ما أنا راحين نعمل تغطية اللي ننتقده لنشوفين الأغلاط وهيك راحين نعمل انتروييات متل ما عم بقلك نعكس شو بيعطيش شي حلو هل ميوريكس بينما النقض هو أنا بسمح لحالة انتقد لأنه بعد 40 سنة آريا أكتر من 1500 كتاب نعم عادة مئات البرامج تلفزيونية آريا كتير حتى عن الكبار الفنانين مثل زكريا أحمد أم كلصوم أنا أول من عملت أنا بالأوربيت أعداد لبرنامج بيكرم هالكبار مع الله يرحم وأحسن المنظر فهيدا كله مع السقيف اللي بتطلع عليها كل يوم بيعطيك الحق أنك تنتقد غير ما أنك بدك تنتقد بس تتبين خالف تعرف هيدا أنتقد صار يبين أو صار يخافوا منه أو لسانه صليت لا والنقد هو دايما لازم يكون لبناء إنسان آخر ومجتمع أفضل يعني أنا وقت سفير الأعلام الأستاذ ياد مكاري عطاني لقى بسفيرة الأعلام الهادف ولا حملني مسئولية كتير كبيرة يعني عرفت أنه الأعلام الهادف يعني بدك تكون دايما كتير صادق وتحمل كتير من الخير ومن السقيفة لأن السقيفة واحدة تقيلت الدم يعني إذا ما بدنا نخلطها بتكون مزعجة للناس بما أنه حضرتك عضو باللجنة الدرامية وباللجنة الإعلامية قديش فينا نشوف بعدين نحن كمشاهدين بـ 17 أولو المصدقية هالحدث من ناحية الفائزين والمكرمين قلتلك أنه ما في حدا كامل مش هيك أنا رح أقلك أكتر من 90% لأنه ما في حدا كامل يعني أنا هلأ إذا بي اللي يكرم مثلا رئيس جمهورية أمريكا أكيد بكرمه بس ما فينا نجيبه هبقى أعرفت كيف صحيح وقدر المستطاع يعني أوقات بيكون عندهم اسم بدون نكرمه بيكون هالشخص يا مريض يا مرتبة بتصوير يا مرة أكتر من إنه مرة إجا بدون نكرمه أنا اللي كريم كان نهار عيد زواجة نهار زواجة نهار مراكس يعني فيه ظروف أوقات بتكون أقوى منهم بس هني بيكونوا حبين يطبقوا وما بيقدر يطبقوا أكل حال في مشاريع حلوة كتير السنة في مسلسلات رائعة إذا بدك نحكي عنا فيه فنانين عملوا كتير إشي حلوة أكيد يعني مثل أحمد سعد مثلا يلي عامل أجمل أغاني عم بيجيب مليين لفيورز على اليوتيوب هلأ مثلا عامل غنية هو روبي فضيعشوا هالفنان يلي بينقل من لون للون يعني مثلا مع روبي عامل غنية رتمية شعبية ومتقصمة هو روبي عادة الفدات بيسير بدو يكل الديو يلي معه ويغني أكتر منه لا إذا بدك إيجالي تيم غنى هو روبي أهم من الليالي أو بالليالي أنا مش كتير نحن نفوت فيه بالتفاصيل شوى لأنهم مستفيدين من وجودك معنا كضيفة ونحكي كمان هيك عن مشاريع أخرى فنيا على السحة العربية بس خليني كمال لك لش جلد سيرة أحمد سعد وأحمد بيعمل أغاني كمان كتير حزينة مثلا بالبرنس تبع محمد رمضان الأغاني الحزينة وبالأفلام يعني قادر يكموش الناس اللي بيحبوا الشجن والبكة والنحيب والناس اللي بيحبوا الفرفش فأنا معرفت إذا طالعوا له من ركس دور يما لقى أحمد سعد بس أنه أنا عم بيقلك من الناس اللي لازم يكونوا مرجحين لأنه يخدوا من ركس دور لأنه جايب المليين نعم من شيء عملت يعني عميطال شريحة كبيرة أحمد سعد يعرفه مثلا نصيف زيتون من اللي جايبين مثل ما بيقولوا كمان مليين بالأغاني حبيبي وبس من أنجح مهرجاناته السنة غير بيروت مهرجانات الجبلية بأهمش غنى لدرجة أنه دغري إشت اللجنة قلت له هلأ بدك تعين موعد لسن تجي أي نهار بدك تجي تحيي المهرجان فضيع هالنصيف شو بيعمل جو وقديش هو كمان كإنسان كتير ديسنت وأكيد ورا كل فنان عظيم مدير أعمال مثل بوب ميزك إز ماي لايف بتحس أنه فيه جروب بينجح الفنان يعني هو العمل المتكامل وكمان فريق العمل اللي بيشتغل هلأ ذكرنا أسمان ومش مؤكد ما ذكرنا أنا مش مؤكد بس أنا عم بقلك شو في أعمال السنة كانت كتير حلوة ولا حتى منقول أنه مينما قلنا أنه إذا هن مكرمين أو فائزين ولكن من ناحية أخرى هلأ لفتي لنظر ست هلأ أنه كتار من الأعلمين مثل حضرتك بيبقى أنه عم نحكي بمجال إعلام عم يفضحوا بعض الأسماء الأسماء لك أنا دائما بتكتم إذا بتأمني على الصر بتقل لي هذا الصر ما بحكي لأنه في رهجة سوربريز هذا شي طبيعي مهنة ولا فينا نعتبره غير أخلاق لك أوقات إذا عملت سكوب بإسم على أربعين إسم بسيطة حلو بالعكس بتعمل أتراكشن للناس يحضروا ويتحمسوا أكتر بس إذا فضحت كل الأسماء لأ حرم روحت أول شي لا وما تاخدون إسم مني إنه القرار كاتيجوريك لا بعد فيه قرارات بدا تزيد وبعد فيه انتخابات على من قبل المواعد أكيد وكلنا ناطرين هيدا الحدث بحلقات سابقة أو بمواسم سابقة شفنا حضرتك عم بتكرمة كبار كمان من المجال الفني بالميراكس دور شو بتتذكر أنا بذكر محمد عالسيف كرامته أجمل تكريم محمد كان مكسر الدني كرامت الأخوان صباغ فريد وماهر يلي هني مستقبل كتير كبير بالمسرح الغنائي كرامتوا وقتا عن الطائف 19 كرامت كمان الكبار طوني فرجالة المخرج وزوجته تقلى شمعون عن فيلم مورين مورين هالفيلم الرائع يعني تشيوروا كتير قبل ما يعطوه لأنه معتبرين أنه ديني وما بدوا نفوتوا بالأمور الدينية بس إذا بدنا نحكي هو كمان فيلم تاريخي وكلف كتير لا غلطة تصوير لا غلطة إخراج ولا غلطة لهوتية كمانا يعني هايدي شغلة كمان كتير دقيقة وهمة كرامت سوريا المنتج الكبير جمال سناني اللي بيستاهل كلت كريم أنا هون خليني اتوقف عند المنتجين لو ما هالمنتجين عم بيشغلوا اللبنانية يعني نحنا وان كنا صرنا بالدراما حتى لو كانت دراما مشتركة يعني حيش بقى تنتقدوا أنه مشتركة مش انتوا يعني الناس مشتركة سورية ولبنانية ومصرية لا كل ممثل عظيم له ما كانتو هو بيثبت حاله بحاله وهو بنجح البرنامج مع بيئز وماليقه ودي حلو لما نشوف متى بدي خبرك شغلي إذا ما بدنا نحكي عن كل المسلسلات بدي إقلك مثل تيم حسن تيم حسن مثل عامل عائلات الحاج نعمان عاملوا بسنة الـ 2015 والقصم الثاني بالـ 2016 هلأ أخذ دور سكيزوفران مثله بطريقة كتير رائعة ورنجع بطاني قصم نمثل دور ابنه لطبعها سكيزوفران بس هو كمان دور الشاب الجدع المشكلج بالمسلسل يعني أدوار مركبة بينقول لغير أدوار تمع أذكر كل الأسان محسوب مثلا بالهايب لجبل شيخ الجبل لدور الإنسان المغروم بالإخوة لأ يعني هالتنوع بالأدوار عن تام أنا كتير سعقني إبداعه واحترافه تام من الناس يعني يلي كتير محترفين بدنا نحكي عن حدا تاني بنحكي عن بس الخياط يلي عمل 30 يوم كان الإنسان الشرير اللي عمله لقاثر ياسين إرهيم وكل يوم بيعمل له مصيبة واللي عمل كمان حرب أهلية مع يسرة وحكي ماصري فيهم ورجع عمل هلأ الثمن بالثمن هو مثلا كتير هالرومانتك مان يلي عنده عقد من هو وصغير يعني إدي الشخصيات ومثلا هالمسلين الكبار عم تختلف بين دار ودار هيدا شي كتير رائع عم بيبينه عن كفاءة عن احتراف تبا تقولوا ما حكينا عن اللبنانية خليني أحكي كمان عن شوية عن اللبنانية مثلا ندي النسيب النجام عملت دار أكشن السنة وحلقه بالمقلوب وسلسل وأخيرا غير غير ممثلة ما بتقبل إنه تعمل هيك يعني شوهولة جمالة بيكفي ضربوها عوروها ما جيب غصنة السنة كمان كل سنة عن سنة عم بيزيد هالدار زخم ورد الخال ورد الخال بدار كرمة يعني فيه إشيه ما فينا نستثنيها بس فيه كتير ناس شاطرين إن كانوا مصريين محمد رمضان بجعفر العمدة عمل دار ولا أروع من هيك صحيح دايماً محمد رمضان بيفش الخلق لأنه هو بيكون أبدايو بيعمل مشكلة وبيطلع من حاله كمان بس بيخبت الشريرين هالحلو فيه بتطلع أنت مبسوط مثل أفلام الأمريكان دايماً بتطلع مبسوط لأنه البطل بيخبت الشريرين بس بذات الوقت فيه هالنكتة النكتة النحفة المهضومة المصرية لأنهم جوز أربعة وبغارهم بعضهم عندهم سكتجول لأيمتها يعني ليلتهم معه مهضومين يعني كل مسلم مهضومين فالأنتاج اللي عم بزيد سنة عن سنة عم بيعطي زخم خليني أحكي كمان تأنصفهم الانتاج السوري مثلا مربع العز محمود نصر هلأ إذا بتشوفه الكريستال كمان كتير مغاير يعني من ابن ولد بعيلك حملة عز لا راحش خطفه واحد وصار يشحد على الطرقات بس دل عنده أخلاق لا هالجنتلمان محمود نصر بالكريستال يلي كل هالصبايا مغرومين فيه وهو حكيم شاب حلو عرفت كيف يعني عم نحكي حلطة نص أخراج بس إنه قديش فيها الاختلاف بالدار ما تنسى باسم مغنية يلي أخد دار الإنسان المحروق والمشوه وقبل يشوهول وجه انتبه في كتير ممثلين ما بيقبلوا إنه ما يبين جميلهم أنا عم بحكيك هيدا عن خبرة وعن قرب من الممثلين وما بدي إنسى إنه فيه إنتاج لبناني كتير حلو يعني فيه فضل للإل بي سي عم بتحط إنتاج لبناني حتى لو إشي عم بتعيدها قديمة أو عم تاخد إنتاجات اللي معلوف المخرج والمنتج صديقنا وأنا كتير بحبه ودايما بيعرف يلقطك بالقصة الحلوة يعني تحتار عن جد إليو لو كنت إنت معنا باللجنة جد بتحتار مثلا السنة علي من نايمني علي من نايمني كمان عمل للعهد على شاهد يعني عم تتوزع وإما كان أوقات بيحقلنا أنه نحضرهم أوقات لا هلأ أنت رح تقل لي هلأ ليش هلأدي كل هالمسلين يعني لفتين لك نظريك كان لازم يكونوا لفتين لك نظريك من قبل بقلك إيه قبل ما كانوا التلفزيونيات كان فيه تلفزيون واحد تلاليبان وما كان يجب لنا هالمسلسلات هلأ عبر المناصات وعبر التلفزيونيات كمانا بيجيبوا كتير برامج لرمضان عم يطلع في فرص كتير كمانا الانتاج صار كبير عدده وكمانا الفرص اللي عم توصل للمسلين هاي منرجع كمان للمنتجين يعني كتر خيرهم إن كان جمال سنان يما الصباح أكيد ما حفظ الألقاب أو أي منتج عم بيقدر يجيب ناس من بره وعرفنا عليهم قديش كمان نحن عم نفتح للعالم لكل هالانتجات اللي عم بتكون بالدراما وبالأغاني وكلها خلاص طالق قبل ما يخرص الوقت سريعا ضجة الضجة اللي عملها فيلم باربي من بعدها انعرض شو فينا نعلق على الموضوع بشكل سريع هون يعني ما رح طول الحديث مع أنه لازم يطول لأنه يكون في سقافة هني خلطوا قصة الجندر إنه واحد ينقل جندر طبعه مع المثلية المثلية ما قالهم علاقة عرفت بالجندر هلأ هي القصة إنه باربي صارت إنسان وبدأت نقل ساكس طبعه إن كان شابة ما بنت نعم ما قال علاقة بقصة المثلية هلأ أنا ضد إنه واحد يكون مقتنع بجسمه إن كان شاب أو بنت وقرر يغير بس أنا مع إنسان عنده عقد من وراء هالشي هو خلق شكر أو عنده مشاكل أو أموسكسيال أو ترانسكسيال كلها لشانك عم بقلك بطول الحديث من البسيكولوجي وبدو يغير بالعكس أنا مع بس هلأ من أميركا وأوروبا عم بينشر قصة إنه الولد حتى لو مرتاح بحاله لازم هو يطلع يخلق وبالأدولستانس ينقل إذا بدو يكون شاب أو بنت لا ليه بدنا نعصي أوامر الله أو إرادة الله خاصة إنه بهالعمر هنه بعد مش وعيين كفاية ما هي فأنا ضد هالشي بس واللي بيكون مسقف ومطلع بيكون عنده إيمونية بس فينا نعتبر إنه هايدي حملة تسويقية للفيلم ما كانت هلأدي على مستوى الجدية إنه ماينعرض أو جاهل ببعض الناس اللي بدون يمنعوا هيك بأفلام بلا ما يحضروها بالزمنات منعوا فيلم ليوسيف قالوا إنه بيحارب المسيح طلع آخر جايزة بالفاتيكان يعني لازم يطلعوا كتير يعني الناس اللي عم بتقيم هالأفلام لازم يكون عندها اطلاع وسقافة تحضر هالأفلام تقيمها تشوف شو فيه وراها وكيف فيه وراها قبل ما تمنعها أنا هيك برأيي خلق بما أنك زيرت قلت حضرتك قبل ما تمنعها منعتك كإعلاميين بحفل عمرو دياب ببيروت من تصوير وأخذ فيديوهات من كتابة مقالات بتشوي مضادة صورة هيدا الحفل والمغني شو رأيك كإعلاميين بهيدا الموضوع هيدا عم يشتروا لنا حريتنا بإنه ننزل نحضر عمرو دياب أو نعمل له مهيب أنا ما حدا بيشتري لحريتي كإعلامية بحس إنه وقت واحد يشتري لحريتي مقابل تيكت أو مقابل مقابل أو حتى مقابل مصاري هيدا صار اسمه عاهر إعلامي وأنا اللي درجت هالكلمة بالإعلام نعم يعني مثل ما العاهرة بتبيع جسمها مقابل مصاري نحنا كأنه عم بيع فكرنا مقابل مصاري لأ بعد أنه يروق علينا وقت نحنا منكون موضوعية ومنعرف كيف ننتقد يا بيوسقوا فينا يا ميوسق وعمره ما يتغطق حضرت الحفل لا أنا حضرت تامر حسني إذا بدك حضرت السنة قازم الساهر كانت حفلت كتير حلوي ننسي عاملة غنية كمان كتير حلوي يلا نفرح وهون برافو جيجي لمارا ياريت بالميركس بيعته مثلا جايزة لأهم مدير أعمال في قسم من مدرأ الأعمال منيح قسم مش منيح مبارفوش تغلبس جيجي شابوبا جيجي صنع كتير من النجوم فحضرت تامر حسني إذا بدك وحتى إدارة المسلين كمان نعم صار في إدارة المسلين مش بس مدرأ أعمال ما ليش أوقات مدير المدير يعني بيغنيك عن كتير عطو عجنو لطو بيكون كمان الفنان عنده كتير واتس أبات ما بيقدر يسمع بيكون عنده كتير أشغال وأوقات هو بيعرقلك ياها هن فيه فنان أبوزيت ما تنجيش إلا مرة لا بيسهلك بيعرف شو معنات أعلام بيقدر الأعلام وبيعرف أنه هو الفنان بيقدر يشتغل مع الأعلام بعدين جي جي ما بعرف جي جي رائع من أيام أشتغل أول مد بحياته أنا عشرة عمر أنا وياه بعرف شو بيشتغل مع راغب علامي هو اللي عمل أعلام خلف هو اللي عمل نانسي عجرم بالإذن من نانسي أكيد نانسي عنده الموهب وهو سأله بس ورا نانسي عجرم فيه جي 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 لمار شاءنا أم أبينا يعني هو بيعرف في اختار الغنية محمود موسى أحمد موسى اللي اشتغلوا الله يرحموا أحمد كمان كان من المنتجين وذات الوقت وبيختار الأغاني انت بيه بعدين عم قللك الفنان سيتانتو هو جروب هلأ أنت عم تعمل برنامج فيه أنت فيه المعد فيه البروديوسر فيه رارف بعتوق فيه ميشيل فضول فيه أنتونات وهالمناسب بنقول لهم شكرا وعلى تعابهم وجهودهم حتى الماكيوز والشعر بيلعبوا دور معين أنا متى وقت بدي أطلع على الكاميرا من رأسي لأساسي مثل ما بيقول الصرية بدي أكون منتب تيبة مثلا خاصة أننا بيعصر الصور وقت بيلبسني بسام نعم يعني انتبه هاو أنت بتخمنهم مش مهمين مش هينك بيصير يقول لك ليه الفنان ما معه مصاري كيف بيقول ما معه مصاري المال الفنان بيدفع كتير وفوق الدكي هلأ صار بيدفع ما تركج ليزعوله أغانيه وكتباته بده يدفع مكاب وشعر ولبس وكلام الغنية واللحن واستوديو واستوديو يعني هاو دي كلهم بيكلفوا كتير إليو سيد هالا للأسف للأسف الوقت معك قطع كتير بسرعة عن جار خلينا نقول كلمة أخيرة كلمة أخيرة يعطيكنا العافية لأل بي سي مرسي لشيخ بير الظاهر ولكل الموظفين من أصغرهم لأكبرهم لأنه كل الموظفين رح يتمسكوا اللي يعملوا هالحدث الحلو انتظروا الميراكس الميراكس بيرفع لنا راسنا الدكاترا ناس كتير ولاد عايلي وكل اللي رح يكونوا رح تشوفوا سوربريزيات كتير حلوة ممنوع أحكي نحن بالعاكل الشواطينة أكتر دايماً منقول في ناس من تركيا لا 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 بتحبون كتير هلأ تحت الهواب في ناس من أوروبا سيد هالا وجودك دايماً منقول خلص ما حاسأل بس ولكن دا حقول وجودك دايماً إضافة لبرنامجنا والحديث معك ممتع ولكل هالمورنينج شو لأنه عم بتغطوا مسائل رهيبة ورا بعضا ورا بعضا برافو عفيكن إذا انتقادوكم ما تسمعوا كل الناس بلشوا من السفر وصاروا فدتات أنا قبل مسير نجمة كنت بنت صغيري ونحنا نستفر فيك دفشوني جيت قادي بحضنه لصباح فخر ام دورة الكسات إن شاء الله فبتتحسنوا وانتوا هلأ صايرين شبه بروفسيونال إن شاء الله من نجاح لنجاح كل إجزوء نحنا نتمنى أكيد اللقاء معاك بيتجدد بوقت كتير قريب راح نروح بريك ونكفل حديث أنا وياكي أكيد بعدها الفصل أعلاني ونجح من بعضهم نتابع مشاهدينا